اشتركوا في القناة في براءة شخص ظهر في شارت فيديو تم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعنف من طرف سيدتين لإجباره على الاحتراف بأنه عنصر ضمن شبكة تنصب على ضحاياها وتواهمهما بقدرتها على التدخل لفائدتهم من أجل تسوية مشاكل ضريبية انطلاقا من علاقتها بدوائر عليا السل يقتل 12% من المصابين عنوان من يومية إحداث المغربية وللتفاصيل أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة الصحة أن داء السل يقتل 12% من المصابين بها ورغم أن النسبة تبقى مهمة مقارنة مع دول قضت نهائيا على هذا الداء القاتل إلا أن وزير الصحة أوضح أن الداء متحكم فيها ونخطب بيومية أخبار يوم احتجاز فتاة بإستبل مدة عشرين سنة افتح الدرك الملكي بأكفاية في ضواحي مراكش بحثا قضائيا بخصوص يتهام أسرة باحتجاز ابنتها لمدة تجاوزت عشرين سنة داخل إستبل قريب من منزل الأسرة بدوار البرجة في جماعة أيت إيمورا تفاصيل أوفار كتابها بدات اليومية جولة نصحة في انتهت شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء